السلام عليكم اهلا بيكم في مطبخ موني لو اول مرة تشوفوا قناتي انا اماني عياد بقدم وصفات صحية لكل انواع الدايت وصفات كتير كمان للكيتو دايت والمرضى السكري هنعمل النهاردة وصفة جميلة جدا كيكة اليوسفي او كيكة اليوستفاندي هنعملها بطريقة سهلة بمكونات بسيطة كيكة فردية ناكلها كلها مفيش اي مشكلة طعمها جميل جدا فري جولوتين من غير دقيق ولا شفان وكمان ما بترفعش مستوى السكر في الدم يعني مناسبة لمرضى السكري ومقاومة الانسولين وكمان هنعملها من غير اي مواد دهنية شايفين الكيكة التحفة دي يلا بينا نشوف طريقة العمل انا هعمل الوصفة دي وصفة فردية فانا احتاج حبة واحدة بس من اليوسفاندي ولو ما فيش اليوسفاندي وعايزين تعملوها بالبرتقان خدوا نص برتقانة يعني نص واحدة علشان المقدير تبقى مصبوطة انا هستعمل في الوصفة حبة واحدة من اليوسفي بالحكم ده كده او اليوسفاندي وبعد ما قشرناها بالشكل ده طبعا بيكون جواها بزر فاسهل واسرع حاجة ان احنا نقسمها من النص بالشكل ده كده ونجيب سكينة مدببة كده ونبدأ نشيل البزر او الحب اللي جوه ده بيطلع معانا بسهولة هعمل النص التاني بنفس الطريقة هنجيب برضو قطعة صغيرة كده من القشر بتاعت اليوسفاندي والخطوة دي اختيارية ده علشان نعلي الريحة كده والطعم بتاعت اليوسفاندي لو مش عايزين بلاش هنحط عليها بعد الوقت بيضة واحدة صغيرة مش كبيرة بيضة صغيرة وللتحلية انا هحط كيس واحد من سكر استفيا الكيس ده وزنه اتنين ونص جرام طبعا بالنسبة للضيت العادي لو عايزين تحطوا عسل او دبسة طمر زي ما انتوا عايزين لكن بالنسبة لمرضة السكري بنستعمل سكر ضيت بعد ما خطيت كيس واحد من سكر استفيا حطيت تقريبا كده نص معلقة صغيرة من الخل الابيض وبعد كده هجيب الهند بلندر ونبدأ نفرم الحاجات دي ناعم لو عايزين تحطوا في الخلاط مفيش اي مشكلة يعني زي ما تحبوا لكن انا اسهل حاجة بالنسبة لي استعمل هند بلندر بعد ما فرمت الخليط ناعم بالشكل ده بقى معانا بالشكل ده كده سائل بالشكل ده كده خلاص جاهز معانا يلا بينا بقى دلوقتي نضيف المادة الجفة انا هستعمل في الوصفة مبشور جوز الهند انا هستعمل في الوصفة مبشور جوز الهند الخشن مش دقيق جوز الهند هنحط الاول كده بمعيار معلقة الطعام او المعلقة القيسية الكبيرة 3 معالق وهنقلب نشوف هنحتاج تاني ولا لأ علشان هوريكم القوام اللي احنا لازم نوصل لي حطيت الاول كده 3 معالق كبار من مبشور جوز الهند وبعد كده حطيت ربع معلقة صغيرة من البيكنج بودر وقلبتهم مع بعض بالمعلقة كده حسيت ان القوام لسه خفيف فرجعت تاني زودت معلقة كبيرة من مبشور جوز الهند ونقلبهم مع بعض ونشوف القوام مظبوط ولا هنحتاج لسه طبعا بعد ما قلبتهم كان القوام خفيف كده فزودت بقى دلوقتي المعلقة الرابعة فكده احنا هنحط في الوصفة 4 معالق كبار من مبشور جوز الهند على واحدة من اليوسفي حجمها صغير وبيضة واحدة صغير خلاص كده المقدير مظبوطة وهو ده القوام اللي احنا عايزين طيب لو عايزين بديل لمبشور جوز الهند هنحط ايه في الوصفة ممكن تحطوا مطحون الشفان او تحطوا دقيق اللوز او دقيق الحمص بس اهم حاجة توصلوا للقوام ان هو يكون معانا بالشكل ده دلوقتي بقى يلا بينا نعمل الكيكة الكيكة دي كيكة فردية فتجيبوا اي قالب كده يكون حجمه متوسط بالشكل ده كده وتعملوا في اي مسحة كده من اي مادة دهنية انا حطيت مسحة بسيطة كده من السمنة البلدي ده بس علشان ايه الكيكة تطلع معانا بسهولة شوية او تحط ورق زبدة بس انا حبيت ان انا محطش ورق زبدة علشان يعني يكون متاح للكل زي يعملوا الوصفة بعد كده حطيت الخليط بتاع الكيك بيكون معانا القوام بالشكل ده هنزبطه بعد الوقتي ونستعد كده ان احنا ندخله الفرن طيب لو مش عايزين تسووه في الفرن ممكن ان انت تحطوه في المايكروويف ويكون افضل لان هيصر علينا الوقت تدخلو المايكروويف لمدة دقيقتين او تلت دقايق لغاية لما يستوي او كمان ممكن ان انت تحطوه في الايرفراير لمدة عشر دقايق او اثناشر دقيقة كده وهيطلع معاكم استوي متحمر لكن انا هسويه في الفرن علشان يكون متاح للكل هناخد بقى دلوقتي التاجن ده وندخله الفرن وده شكلها معانا بعد ما استوت بتقعد في الفرن من 25 ل 30 دقيقة على درجة حرارة 180 في الرف الاوسط من الفرن وطبعا بيكون الفرن سخنة قبلح علشان كده بقول في المايكروويف بتكون اسرع يعني ثلاث دقايق وبتطلع معانا زي الفرن ده طبعا في المايكروويف لكن في الفرن بتقعد من 25 ل 30 دقيقة وبعد كده بنشغل الشواية نحمر الوش بتاعها وبتطلع معانا بقى بالشكل التحفة ده شايفين ما شاء الله شكلها جميل جدا وعلشان بقى نتأكد ان هي استوت معانا نجيب كده بقى اللي هي الخلق او سكين او الفياء كده وندخلها في نص الكيكة من جوه لو طلعت معانا ناشفع بقى هي كده مستوية وزي الفرن يلا بينا بقى دلوقتي ان احنا نزينا ممكن طبعا نكتفي لغاية كده وتبقى كيكة حلوة جدا لكن دايما انا بحب كده ادلع الكيك لو عندي حاجة ان انا احطها عليه فانا بقى دلوقتي احط عليه ايه بقى هحط وصفة الحليب المكسف المحلق المناسب للضايت لغاية المرحلة بتاعت الكيك فهي كمان مناسبة لمرضح احساسية الالبان لان ما حطناش منتجات الالبان لكن دلوقتي انا بحط حليب مكسف محلق يعني ده احنا بنعمله في البيت مش بنشتريه جاهز وهو الفيديو اللي انا حطه في جنب الشاشة من تحت ده وطبعا الخطوة دي اختيارية مش لازم تعملوها ابدا دلوقتي بعد ما زينت الكيكة كده بالحليب المكسف المحلق المناسب للضايت ده علشان يخلي الكيكة طرية كده وحلوة هنحط عليها بعد دلوقتي اي تزيين متاح اندق واي مقصرات انت بتحبوها الخطوات دي كلها جماعة بقرر اختيارية ممكن نكتفي لغاية المرحلة بتاع التسوية الكيك وتبقى حلوة او زي الفل وطعمها جميل جدا بس انا بحب ان انا قدمها بشكل حلو فحطيت بقى دلوقتي على الوشة كده شوية بسيط من الفصدق وشوية بسيط كده من اللوز المجروش وخلاص كده بتكون جاهزة معانا شايفين ما شاء الله شكلها جميل جدا ويفتح النفس وحتى لو ما حططوش عليها حليب مكسف محلق دايت ولا مكسرات بتكون معاكو حلوة جدا لان الكيكة اسفنجية وهشة ما هياش مكتومة وطعمها حلوة اوي هنشوف بقى دلوقتي القطع كده من الكيك شايفين ما شاء الله جميلة جدا ازاي واخدوا بالكو انا طلعت الكيكة كده وهي لسه سخنة لو عايزين تقلبوها وتطلعوها برا القلب سبوها لغاية لما تبرد هتتقلب معاكو بسهولة لكن انا كنت حابة ااكل الكيكة سخنة كده غير انا بالحليب المكسف الضايت وعليها المكسرات مع كوبايت نسكا فيه كده وكانت بصراحة كانت وجبة فطار مثالية بالنسبة لي طعمها جميل جدا مش باها قوي قوي وتحس كده ان هي بتديك سعادة كده في بداية اليوم بتكون معانا بقى بالشكل التحفة ده هسيبكو تتفرجوا على الفيديو ويلا احسب لكم السعرات الحرارية للوصفة الكيكة بقى كلها على بعضها كده من غير الحليب المكسف المحلة ولا المكسرات لان اكيد فيه ناسة تعملها سادة وعايزة تعرفها سادة من غير الحاجات دي هتبقى سعراتها قدية سعرات الكيكة اللي قدامنا دي 235 سعر حراري بس وكمان بالنسبة لكمية القرب هيكون القرب في الكيكة كلها 15 جرام قرب و7 جرام بروتين يعني الكيكة دي تحفة وجميلة جدا مناسبة للضايت العادي وكمان مرضى السكري ومناسبة مرضى حساسية الجلوتين وكمان مناسبة للمرضى حساسية الالبان لان مكونات الكيكة الاصلية مفيش فيها منتجات الالبان فاحنا هنحزف الحليب المكسف المحلة الضايت بالنسبة لحساسية الالبان وخلاص تكون مناسبة ليهم اذا عجبكم الفيديو بتاع النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وبالف هانا واعافية